بلاد ما بين النهرين أو واد الرافدين التسميات مختلفة لكن المعنى واحد وهي الأرض التي أقيمت عليها واحدة من أعظم وأقدم الحضارات الإنسانية حيث يتمتع العراق بالكثير من المواقع الأثرية المنتشرة من شماله إلى جنوبه لكن الكثير منها يعاني الإهمال ويهددها الاندثار لأسباب شتى إهمال تراوح ما بين نبش وتهريب الأثار من قبل شبكات مدعومة من شخصيات متنفذة وبحماية الميليشيات فضلا عن تعرض هذه الأثار إلى أضرار كبيرة بسبب العوامل الناجم عن التغير المناخية من العواصف الرملية والتزايد الملوح في بلد يعاني أكثر من غيره ويعمل أقل مواجهة هذه الظاهرة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي طالبت بالبحث عن حل لإنقاذ الآثار العراقية من الاندثار وتقول فرانس بريس أن العراق يعد أحد أكثر خمس دول في العالم تأثرا بالتغير المناخية ما أثر بشكل كبير على التصحر والتساع الملوحة التي غطت المواقع الأثرية ووفق خبراء الأثار فأن المواقع الأثرية معرضة للتعرية والرياح أكثر من غيرها بسبب الجفاف والتغير المناخية ولا سيما خلال السنوات التي يواجه في العراق نقصا في الأمطار والتساع ظاهرة الجفاف فسط أهمل حكومي وفشل في الحفاظ على الأرث الحضاري المغلي في القدم آثار تداعت وأخرى على وشك الانهيار وآلاف القطع الأثرية التي تفرقت بين دول العالم بفعل عملية السريقة والتهريب لأرث حضاري مغل في العراق وكأن لسان حالها يقول إن من دمروا حاضر العراق ونهبوا ثرواته ومن سرقوا تاريخه الممتد عبر آلاف السنين متجاهلين الشواهد التي تثبت أصالة هذا الشعب